تسع وثلاثون إصابة جديدة بداء الكاليرا في العراق رقم جديد مفزع تعلنه وزارة الصحة ليتجاوز مجموع الإصابات المؤكدة حاجز المائتين حالة وفاة وإصابات برقم ليس بالهين في ظل تزاحم الأوبئة التي يقودها ارتفاع موجة الإصابات بكوفيد-19 وخطر الحمى النزفية في البلاد ثلاث وبائي يضرب البلاد تزامنا مع أيام قليلة تسبق عيد الأضحى خوف يذقي تقص ذبح الأضاحي من انتشار أوسع للنزفية وكورونا والكاليرا كل ذلك أمام مواجهة عملية مباشرة وهي الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون نهيك عن ضرورة الإجراءات الصحية في التعامل مع اللحوم بشتى أنواعها الصحة طمأنت الشعب العراقي بقدرتها على التعامل مع أعداد الإصابات وتوفير العلاجات والأدوية اللازمة وقدرتها الاستعابية على تغطية القطاع الطبي للمصابين لكن ما يخشاه المواطن العراقي هو استمرار حالة الإصابة بالكاليرا سيما مع غياب الالتزام من قبل البعض والذي قد يؤدي لتفاقم أعداد الإصابات في شتى أنحاء البلاد